إلى رمالة من هناك مرسلة القاهرة الإخبارية ولا السلامين تنضم إلينا الآن ولا ما الذي يريد الاحتلال من تول كرم من المدينة ومن مخيمها نعم أهلا بكم هو يريد التخلص من المقاومة برمتها سواء في الشمال في الجنوب في وسط الضفاة الغربية لا يريد أي شخص من الفلسطينيين أن يقاوم هذا الاحتلال الصغريوني الغاشم الذي منذ 48 ولغاية هذه اللحظة الفلسطينيين التي يثني عظيمتهم من دحر هذا الاحتلال عن آراتهم هم رأوا أن هناك اشتباكات مسلحة من جديد منذ عام 2000 ونحن نتحدث عن الانتفاضة الثانية لم يسمع اشتباكات مسلحة في أطفاء الغربية سواء عمليات الطعن والدهس التي هي من المقاومة الصغيرة لدى الفلسطينيين الآن بدأت من جديد الاشباكات المسلحة الانفجارات التي تسمع بين الحين والآخر اعطاب للآليات أيضا نتحدث عن أكثر من مقاوم في الضفاة الغربية من الشمال وحتى الجنوب يقاومون حتى وإن كانت بالحجارة الصغيرة يعني نكون هناك اندلع مواجهات ما بين قوات الاحتلال وأيضا الفلسطينيين هناك الأسلحة التي باتت تستخدم وتعرف من قبل السابع من أكتوبر ولغاية السابع من أكتوبر تزايدت حدة المواجهة ما بين الفلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال التي تتمركز في أنحاء متفرقة من أضفاء الغربية أيضا الاستيطان الجاف تم على أراضي الفلسطينيين سلب ونهب الأراضي هذا ما يجعل الفلسطينيين لهم العزيمة الكبرى لتخلص من هذا الاحتلال فعليا الاحتلال هو يريد التخلص من المقاومة الفلسطينية سواء في الشمال في الجنوب في الوسط حتى وإن كان هناك بالحجارة تقابل هذه المواجهات ما بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالرصاص الحي بقنابل الغاز المسيلي أدهوع باعتداءات للمستوطنين المتكررة بإدرام النيران بحرق الفلسطينيين ومنازلهم يريدون فقط أن يضرب الفلسطيني ويقتل الفلسطيني في أرضه ولا يمكن أن يحرك ساكنا أو حتى أن يرد الصعص عين لهذا الاحتلال الذي يريد أن يبيد الشعب الفلسطيني سواء في الضفاء الغربية أو حتى في قطاع غزة نتحدث في مدينة طول كرم ومخيمها منذ منتصف الليلة الماضية ولغاية الآن تستمر العملية العسكرية في مخيم طول كرم ومدينة طول كرم تتوغى القوات الاحتلال من جهات متعددة نتحدث عن خمسة فلسطينيين شهداء ارتقوا في مخيم طول كرم وشهيدين في منطقة الجنوب في بلدة سعير حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذه البلدة وكان هناك تفتيش ومداهمات لعدد وعشرات المنازل والدلاع مواجهة في بلدة سعير لا يوجد سواء الحجارة لا توجد هناك مقاومة مسلحة منذ بداية هذه العمليات والاشباكات المسلحة هل لن نسمع في الأخبار أو حتى على أرض الوقع أنه كان هناك الشباك مسلح في بلدة سعير ربهت هذه العملية العسكرية في بلدة سعير بالحجارة ولكن رد فوات الاحتلال على هؤلاء الشباكات بمزيد وابل من الرصاص الحي ليرتقي شهدين في مدينة الخليل ونتحدث عن خمسة شهداء في مخيم طول كرم ومدينة طول كرم العبث بالبنية التحتية وتخريبها انقطاع للطيار الكهربائي وتشويش في الاتصالات نتحدث أيضا عن عدد من الانفجارات ودوي انفجارات متتالية تسمع بين الحين والآخر في مخيم طول كرم وذلك بفعل أن المقاومة تعطب الآليات المتوغلة في مخيم طول كرم كان يتزامن الآن في وجودك على الشاشة صور تعكس عمليات الاقتحام ولحظت أنها كانت ليلا ونهارا عملية التجريف ليلا ونهارا يتزامن مع ذلك أيضا محال مغلقة تقريبا الحياة شبه مشلولة انعكاس هذه العمليات الآن على حياة المواطنين لأنه يبدو أنه لا حياة سواء في النهار أو في الليل مع استمرار هذه الاقتحامات المستمرة صحيح كنا نتابع أن الاقتحامات الليلية هي فقط في المساء تظهر ولكن من بعد السابع من أكتوبر كل مدن الطفاء الغربية معرضة للاقتحام وأيضا في كل ساعة تقتحم قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عندما نتحدث عن مدينة طول كرم قبل ساعتين من منتصف الليلة الماضية كان هناك اقتحام اعتقال لأحد ومدهما لمحلات تجارية واعتقال عدد الفلسطينيين لأصحاب هذه المحلات التجارية وأيضا التي تبيع الأسمدة الزراعية جدد هذا الاقتحام عند منتصف الليلة الماضية ولغاية الآن العملية مستمرة نتحدث عن هدم وجرف للمحلات التجارية المركبات وهي على حافظ الطرقات تتعمى قوات الاحتلال إما بإعطابها أو حتى الجرفة العسكرية تقوم بجرفها وقلعها من مكانها نتحدث عن محلات تجارية أيضا قامت قوات الاحتلال والجرفات العسكرية بنزع هذه البوابات الحديدية عن هذه المحلات التجارية سابقا كانت تحدث محافظة طول كرم بأن الحياة في مخيم نور شمس أصبحت شبه معدومة لأن المحلات التجارية أغلقت أبوابها وخاصة أن تجريف للبنية التحتية نتحدث أيضا ناهيك عن إغلاق لعدد من المحلات التجارية صعوبة وصول الشاحنات الاقتصادية والتجارية إلى تلك المنطقة وبصعوبة الطرق الواصلة ما بين الضفة وما بين الشمال والجنوب والوسط كل هذه الأمور تنعكس على الحياة الاجتماعية الاقتصادية وسياسية لا سيما وأن هناك محافظة طول كرم في هذه الأثناء لربما كانت سوف يكون هناك امتحانات للوظائف العمومية قامت بتأجيلها هذه المحافظة والمديريات بفعل أن الاقتحام ما زال مستمر انعدام الحياة بشكل كبير في المناطق المختلفة من الضفة الغربية وإن كانت لمرأة ومسمع الجميع يراها أن الضفة الغربية هي بمنأة عن قطاع غزة ولكن على أرض الواقع هي متجذرة في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب من رمال الله ولا إسلامين أشكرك شكرا جزيلا